يوم ما تعبت لجنة التحكيم ما نزلتهم للملعب شنوريك بالتحدي الرابعين نزلون وياكم عدنا إن شاء الله ننزلهم راح نتعب راح نتعب جاهزين يا الله إن شاء الله إذن التحدي الرابع نطلب من لجنة التحكيم النزول إلى أرض الملعب وتحدي الكنترول والتزديد على المرمى صافرة البداية مع الكابتن حبيب جافر التحدي الرابع هو شوت على الهدف باص من الجانب استلام تهيئ اللاعب نفسه يهيئ كرة وشوت على الهدف اليوم راح نشرك أعضاء اللجنة لجنة التحكيم اللي هم الكاباتن صباح عبد الحسن والكابتن كريم صدام متفضلون يا الله يالله حبيبي اي نحن الكابتن كريم كابتن الباص شوية بقوة شوية ولا خليس كلم ولا خليس كلم مرة أخرى مشاهدين متابعين عدنا وياكم ووصلنا وياكم إلى إلى التحدي الرابع الذي يتضمى دخول الكاباتن الكابتن صباح عبد الحسن وكريم صدام نعم يشاركوننا في هذا التحدي الرابع استلام من الكباتن في داخل الدائرة ومن ثم التصويب إلى على حرس المرمى محمد كوضم نعم في هذا التحدي الرابع من هناك يمثل عن محمد فريق قطاع واحد وسبعين في كرة ثالثة يستلمها داخل الدائرة يستعد للتصويب يستعد للتصويب الله على كرة قوية جدا يعجز نعم الحارس محمد كوضم عن التصدي لهذه الكرة لهذه الكرة وبالتالي واحدة للأسود واحدة للأسود استلام من الكابتن صباح الكابتن صباح عبد الحسن ومن هناك اللاعب من هناك اللاعب مرتضي يساوب كرة أرضية ولكن التصدي رائع من حارس المرمى محمد كوضم جاءت من هناك التمرير من الكابتن كريم من الكابتن كريم بكرة خطيرة من علي محمد أخير قد تكون الله على التصويب والتصدي في المنتسب عن طريق محمد كوضم استلام من الكابتن صباح علي محمد يستعد للتصويب يستعد للتصويب لكرة أخيرة لفائدته فريق الطاعة عدو سبعين ولكن تشتتت في قفازات محمد كوضم مرة أخرى عدنا وإياكم مشاهدين متابعين وهذه المرة لقطاع 42 عن طريق اللاعب هاني كوضم يستلم كرة من المنديال الكابتن كريم صدام ويعود إلى الملاعب يستذكر الذكريات الذهبية ومع الجيل الذهبي لمنتخبنا الوطني ومن هناك الكابتن صباح عبد الحسن الذي حقق الدوري خمس مرات معه خمس الفرقة نعم تعود الكرة من هناك الاستلام الاستلام والصافرة الكابتن حبيب جعفر صافرة الكابتن حبيب جعفر والتوجيه والتوجيه السليم والصحيح لللاعب هاني كوضم هاني كوضم تستلم كرة داخل الدائرة وتصوبها نعم تصوب الكرة حوالا حارس محمد كوضم الذي يتواجد في هذا التحدي التحدي الرابع الذي يتضمن استقبال كرة من لجة التحكيم وتصويب الان الكرة لهاني كوضم هاني صوب الله والان نعم مشاهدين متابعين المحاولة لفريق قطاع واحد وسبعين نقطة نقطة بتصويبه ممتازة جمد بها حارس المرمى محمد كوضم نعم اللاعب مرتضى محمد لقطاع واحد وسبعين مرتضى يستلم كرة من الكابتن كريم صدام كرة في المنتصف يتصدى لها محمد كوضم عادت كرة في وسط الدائرة تصويبه ارضية ممتازة جمد ممتازة رائعة عن طريق اللاعب مرتضى محمد مرتضى بكرة من جانب الكابتن الله على كرة يتصدى لها الحارس محمد كوضم ببراعة ببراعة في التسعين وضح مرتضى وينفرد بالفريق نعم في النتيجة يذهب في النتيجة بعيدا ويا منها واختتم مرتضى محمد مرتضى محمد يختتم كرة الكابتن كريم صدام وتتبقى كرة الله الله على كرة رائعة الآن التحدي نعم الأخير لفؤذة علي كريم لقطاع اثنين واربعي تصويب يسارية ممتازة محمد كوضم يتعلق ويتصدى لكرة الآن يسلمها من الكابتن صباح ابن الحسن بكرة يساري يرسل الله تؤلق رائع لمحمد كوضم على مرتين على محالتين لكرة الله على الكرة نعم ولكنها مرت بجوار القوام الايمن عادت الآن عادت علي كريم علي كريم صحب اليسارية تصويب الله الله عليك يا الحرشاوي تؤلق وتصدي لكرة رائعة وصعبة تعود الآن لعلي كريم بتصويبه بالتسعين نعم التقدم بالعمر بدأ يظهر يا الحرشاوي الاستلام دخل الدائرة محال التصويب ولكنها خاطئة الاستلام من الكابتن الكابتن كريم صدام وهذه المرة هناك من يراهن على الاحرشاوي الله على العارضة الوفقية تؤلق نعم هذه المرة للعارضة الذي تتعاطف مع محمد كوضم المحالة الآن الأخيرة تصويبه ممتاز محمد كوضم ممتاز محمد كوضم إذن شاهدنا التحدي الرابع